موسيقى فعلا أشكر مؤسسة أصوات على الفرصة التي أتحت لي لنهنئ بعضنا البعض ونهنئ بلدنا على الإنجازات التي حققها في عديد من الميادين في الميدان الصحي كما أكدت ذلك لوني ميس المنظمة العالمية للصحة وكذلك في الميدان الاقتصادي بحيث أن صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير أكد على أن المغرب حقق إنجازات وسيحقق الإنجازات المهمة في سنة 2021 بحيث يتجاوز النمو معدى النمو 5% في القضية الوطنية الحمد لله حققنا مكاسب كبيرة جدا على الصعيد السياسي وعلى الصعيد العسكري ونهني وكذلك القوات المسلحة الملكية بحيث أننا نعتبر هذو كل الجنود كمرابطين للدفاع عن الحوزة الوطنية برئاسة القائد الأعلى صاحب الجلالة العاهل الكريم بالنسبة كان هناك إنجازات اجتماعية هذه الأوراش تم تطحوها أخيرا لا في الميدان الاجتماعي ولا في الميدان الصحي ولا في الميدان التكافلي وهذا شيء جميل بالنسبة لبلدنا نعود إلى القضية الوطنية اللي سمحتوه فهذا النظام الجزائري تعرف جيدا بأن الصحراء مغربية كذلك عدد من الرؤوس وعدد من أطور الجزائرية وكذلك في كبار الدول العظمى تعترفوا إلى ما كانش بكل وضوح ضمنيا تعترفوا بمغربية الصحراء ففي سنة 76 عند بداية القضية قضية ترجع الصحراء المغربية الكاجبي اللي هي أكبر أداة وأكبر جهاز مخابراتي في الاتحاد السوفيتي على ذلك والتي كانت يرأسها السيد الرئيس بوتين أخبروا هذا الجهاز أخبر الرئيس هواري بومتين بأن إذا استولت الجزائر على الصحراء فإنها لن تعيش بسلام فهذا التصريح من طرف وهذا الإنظار من طرف الكاجبي أكبر جهاز مخابراتي في الاتحاد السوفيتي يعتبروا اعترافا ضمنيا من طرف دولة عظمى لصالح مغربية الصحراء في 2005 اللي سمحتوه في 2004-2005 كانت تنهي السنة الإجازة التانية في القانون العام باسم فرنسي وكان كلفت لأستاذها أنا داك وهي إكسبوزي على العباطاي ديسلي وارتاكزت في الإكسبوزي ديالي في العمال على الوسائل والدوكمون ديال الفرنسيين الوسائل الفرنسية فعندما كان عبدالأمير عبدالقادر يقوم بحرب أو بمعارك ضد القوات الفرنسية تدخل المغاربة بناء على شعبا وسلطان آلب آنادات كان سلطان عبدالقنا ساعدوا الجزائر من جميع النوحة مادياً وبواسطة السلح كانت يدخل عن طريق وجدة لمؤاظرات الإخوان الجزائرين وأنا داك كان انضار من طرف الفرنسيين للسلطان المغربية بأن تتوقع على مساعدة الجزائرين فمع ذلك بقي المغاربة بناء الأمير عبدالقادر في حبيه ضد القوات الفرنسية فكانت معركة لباطايد إيسلي معركة إيسلي يوم 14 أوت 1944 دامت يوم واحد وكانت انهزم فيها المغاربة نتيجة لمساعدتنا للجزائر فهم الأجداد فينا المغاربة كورماء أجدادنا كانوا يساعدون ويعينون إخوانهم واشقاء فالمغرب كان محترماً جداءً من معركة واد المخازين وكان يحسبوا له حساب معركة واد المخازين إلى سنة 1880 حيث انهزن وبدأت اقتطاعات من الأراضي المغربية هابشا، هتوات، تيد كيلت إلى آخر إلى الصورة نتيجة الهزيمة التي نهزم فيها القوات المغربية داعتما نهزم الأمير عبدالقادر في معاركه مع الفرنسيين حاول القيام وإنشاء إمارة في شمال المغرب آنذاك السلطان مولي عبد الرحمن طلب من قياد آنذاك القياد في السمار أو في الشرق المغربي وفي قربه يجب أن يمتوب الجنوب للمغرب أمير الذي أغفق وقدمت معركة وقضاء 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 الثاني هو المغرب 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 كانت عانوا الجزائريين في حربهم تحريري ضد فرنسيين وكانت تغير طائرات فرنسية تغير على وجدة انتقامة من العودة وعندما حصل الجزائريون على الأرض نفس اسماته الأمير عبد القادر حاولوا محاربة المغرب وكانت المحركة الـ 63 يحاولون إزتلاع الصحراء المغربية على أروق المعروفة في مواقع قوى الشرق وقوى الغضر ولهذا نحن سعداء بالإنجازات التي حققها بلد مدان سياسي بعض الاعتراف تاريخي لأمريكا لمغربية الصحراء وكذلك من التفوق العسكري والجدية في المقاونة وفي القضاء على المخصوم هذا طبيعة الحال مغربية كان لها شيء قيل ما هو سياسي وما هو اقتصادي ما هو اقتصادي أن نعرف بأنهم مغرب صدر بناء أو إنشاء ما يسمى بالبيناء المتوصية للدخلة طريق سيارة لغاية وصل حتى العيون إن شاء الله واحد عديد من الدولة التي فتحها الكنصولية إلى هذه العيون والدخلة وآخرها قرنصا لإنجازها للدخلة هذه الإنجازات كلها لا تشكيك بالنسبة للدكتور مباركة به حتى نحن سوحداء بهذه الإنجازات كما قلت أنا سعيد جداً أنا كن منذ الصغار أنا مرتفع هذه القبيلة الوطنية في طبيعة الحال هذه إنجازات كبيرة وخاصة هذه المناء العطباتي الذي سيقان في الدخلة لأنه إذا كانت هناك الشقيقة موريطانية في الحقيقة تلعبوا على المجهين فإذا فهذا سيبتح سيحل إن شاء الله هذه الخط أو المعبر بينه وبين الكرقالات وبينه وبين موريطانيا الطريق مؤديا للدول الساحل أنا أعتقد بأن الميناء الداخلة يعتبر طريقاً سيحل جميع المشاكل وسيبني وسيربط المغرب في الدول الأفريقية الدول الأفريقية الغربية دكتور مبارك نبي يعني شاءت لأقدر أن تكون الأطروحة دية الكلمية لإجازة اللغة الحررسية هي معركة إيثلي هذه المعركة إيثلي هذه المعركة إيثلي لا إجازة اللغة الحررسية إجازة اللغة الحررسية تمام يعني كانت حول معركة إيثلي يعني مستقبل أن تذكرون في كتابة كتب أو سيرة حول القضية الوطنية إن شاء الله مع الضرور دي العمال ومع هذا يمكن إن شاء الله عندي عدد من مسائل أحتفظوا بها إن شاء الله ونتمنى إن شاء الله نصل لهذا إن شاء الله عيرهم المتتبعين دكتور مبارك نبي يتسألون ويستبصرون حول مآة الدكتورة التي وثبت تحضيره إيثلي هذه الدكتورة إن شاء الله الأستاذ الموقع الأستاذ اللي تعطرني هو أستاذ في الصوربون وفي مون بولي ولهذا أشكره الأستاذ أنا أعلم تسعة البي وتعطيني مراحبات بالشأن تقديم إن شاء الله تقديم هذا العمل الأكاديمي في الكردوك إن شاء الله أنا أعلم تسعة البي مشكوراً شهر رمضان هو شهر سيلة الرحيم هو شهر تواصل هو شهر تهاني يعني بهذه المناسبة لمن يقدم الدكتور مبارك نبي تهاني أو بهذه المناسبة؟ أنا تم قدمها الإخوان المواطنين وتم قدمها البلادي وأقدمها للمسؤولين وأعلى سنة أمير المؤمنين صاحب جلالة التفاني تهاني بإذن أن تكون أن تترى بجدية وبصرامة أنا أقول بصرامة وتنهنيه على الصرامة وفي سيارة البلاد العزيزة على كل مغربين شكراً شكراً على المشاهدة إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي مرحباً بك